يعاني الشباب من صعوبة إيجاد عمل وعدم توفير الفرص الوظيفية اللازمة وهذا ما يسعى إليه البرنامج الوطني للتأهيل والتوجيه الوظيفي جاهزين عبر إطلاق نسخته الثالثة من البرنامج بحلته لجديدة علما بأنه قد تخرج من البرنامج في موسمه الأول والثاني أكثر من 350 شاب وشابة انطلقوا أغلبيتهم للعمل في القطاع الخاص فنرحب معكم مشاهدين اليوم برئيس البرنامج عبدالله الهازري وهو رئيس البرنامج جاهزين صباحك الله بالخير عبدالله صباحك الله بالخير سيدة روان صباحكم الله وإخواني وخواتي ومشاهدين خلف الشاشات يا هلا عبدالله في البداية ورح نتكلم يعني بدون أي مقدمات شنه هي المشاكل اللي فعلا ممكن يواجهها أي شاب وشابة في إيجاد فرص العمل المشكلة الأولى والرئيسية هي لما يتخرج من أي مؤسسة تعليمية السؤال اللي تبادر أنا وين أشتغل وشنه أشتغل هذا السؤال اللي أرق كثير من الشباب الإجابة ليس عندهم الإجابة قد تكون في ناس أكبر منهم سنة أو في أسرتهم أو في مجتمع أو في شخصية أو في أصدقاء فتلاقي إنا يختار أو ما يمل لقلبه بعض الناس بس ليس معنات أنه شيء يمل لقلبي معنات أنه متوافق مع إمكانياتي لكن عملية التعديد هي عملية مهنية أكبر من موضوع أب وأم وأخ وأخ وصديق وصديقة نعم لو نتكلم لأي شاب يكون حديث التخرج وتوى مقبل لمجال العمل أكيد فيه لازم يكون عند بعض المعايير لاختيار الوظيفة المناسبة له أو قد نقول اللي يلاقي نفسه فيها شمي هي المعايير؟ المعايير خلينا نرجع شوي قبل مرحلة الدراسات العليا لما يتخرج من الثانوية أي؟ شنو أنا أدرس بس مو المفروض يعني هو يحدد قبل لا يتخرج من الثانوية خصوصا أننا عندنا تتخصص بين علمي وأدبي بضبط يا مرحلة نحن قاعد نختصر يعني ولا نبدأ بالتفاصيل لكن لما نتخرج وإنه بندرس شنو أنا بندرسه أنا ممكن أقول والله أنا أبي أدرس محاسبة بس هذه المحاسبة يمكن ما تصلح لي هذه لازم أنا أقيسها من أكثر من جانب هل مخرجات التخصص اللي أنا أدرسها متوافقة مع إمكانياتي وقدراتي ولا غير متوافقة هذا واحد نعم الأمر الثاني هل في سوق عمل لها ولا ما فيه قد يكون أنا اخترت تخصص دراسي ومخرجاتها يعني متوافقة مع إمكانياتي وقدراتي ونمط تفكيري وهواء إلى آخره بس سوق العمل ضيقة هي عملية توازن نعم ما بين سوق العمل ما بين هل هو ملائم لي ولا ما ملائم لكن البعض عبدالله كلامك جميل لكن بأرض الواقع يمكن بعض الطلبة أو خلنتكلم الشباب لا ما يملك الخيار أنه هو يقرر يختار التخصص اللي يناسبه سواء كان يناسب إمكانياته أو طموحه خصوصاً يتم عن طريق توجيه بعض الأهل أو مثل ما تفضل بعض التخصصات يتم التركيز عليها مثل التخصصات المالية والتخصصات التجارة بحكم أن هذا سوق دائماً في حاجة هل أنت لا تزال تنصح أن الشاب يوسع الأفق بحيث يلجأ حق تخصص أو وظيفة ما عليها ذاك الطلب؟ خلينا بشق الأول من السؤال فعلاً مرحلة اللي تكلمين عنها مرحلة اختيار التخصص حاولت أنا قبل أن أطلق برنامج جاهزين أنه أتواصل مع المؤسسات الأكاديمية ونقول يا جماعة لا نحط الشخص المناسب خلونا نحدد ما هي التخصصات اللي مخرجاتها تتوالعاً معاي وفي لها سوق بالعمل لقيت هذا الأمر أمانةً صعب فاتجهت حق المرحلة الثانية أني آخذ أنا الخرجين ووجههم في سوق العمل في مجالات توافق معاهم ولها سوق جيد كونها ليس مربوطة في مؤسسات أكاديمية مربوطة في مؤسسات تجارية ومنظمات واجهات سواء خاصة أو عامة هذا أنا أقدر أشتغل عليه وبناء عليه تم تصميم برنامج جاهزين صممنا لأننا نقدر نسوي شيء في هذه المرحلة مرحلة السابقة لأنها تتعلق في مؤسسات أكاديمية لها قوانين بل أن تطرق لبرنامج جاهزين دعنا نتكلم عنه بالتفاصيل خصوصا أنه هذا موسمة ثالث فأكيد المشاهدين يتعرفون أكثر عن برنامج جاهزين أهدافه باختصار برنامج جاهزين هي عبارة عن منحلة انتقالية ما بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل تحويل المسار الوظيفي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص هذه الأهداف الرئيسية التي نركز عليها ولكن البرنامج يتقسم إلى ثلاث عناصر أساسية أول أنصر وهو التأهيل الوظيفي عن طريق الدورات التدريبية والدورات التدريبية التي في برنامج جاهزين يستفيدون منها جميع الشرائح اللي يخرج هندسة وإدارة ودبلوم وإلى آخر هي متطلبات أساسية في سوق العمل من العنصر الثاني هو التأهيل النفسي والمعنوي إحنا راح نستضيف عشر شخصيات شبابية ناجحة في سوق العمل خمسة بنات خمسة شباب كل واحد عنده قصة تختلف عن الآخر اللي في قطاع السيارات والقطاع البنوك واللي في قطاع الاتصالات والأتشار يعني نوع كل واحد يكون عنده قصة خاصة فيه أو هو كشخص يقعدون مع هؤلاء الشباب ويتناقشون بجلسة أخوية كل واحد يتكلم هذا فيها لها تأثير نفسي ومعنوي أمانة في نفوس الآخرين ومحاضرات عامة كيف تستمتع بوظيفتك من تتغير وظيفتك أي عنوان أخلاقيات عامة عنوان رئيسية لها علاقة قتلك في هذا الجانب العنصر الثالث وهو التوجيه المهني أو التوجيه الوظيفي نعمل اختبارات تقييم وظيفي وبناء عليه نحدد ما هي أهم المسارات الوظيفية حق كل شخص ليس بالضرورة أنت خريج محاسبة سوق مهنة المحاسبة تتوافق معك هذا كان سؤالي عبدالله لو يقولك شاب متخصص خالص وعمل الاختبار لكن بعد نتيجة الاختبار تبين أن الشهادة التي يحملها بالتخصص لا تتناسب مع مهارتها في الاختبار أخذ دورنا رح يتم توجيهها ليس فقط وجهة أقول ليش أن هذه المهنة ليس متواسعة معك أعطيه تفاصيل التفاصيل حتى هو يقتنع لما أعطيه تفاصيل أكيد هو رح يربط كشخص في هذه التحديات اللي تواجه في مهنة المحاسبة ومن ثم أنتقل حق لستيجته أني أنا أحدد شنو أهم المسارات الوظيفية التي تناسبها واحد اثنين ثلاث شنو التحديات في هذا المجال وهكي أعطيك خطة شنو التحديات في هذا المجال وعطيه خطة شنو التحديات في هذا المجال وعطيه خطة يشتغل عليه وأهل نفسه شوي يريد له شوية تشغل زيادة لأنه ستم تغيير مسار مهني نعم وإحنا لما أسألت سوري بالنقطة ما رح أقول له أنت تصلح طبيب لأنه في بعض المهن لازم فيها شهادة فيها تخصص هذا أنا ما رح أدش في هذا الموضوع ما رح أقول له أروح أدرس مرة ثانية لا أعطيه مهن ثانية ممكن أنه يشتغل فيها في تخصص نعم لو نتكلم عن ثقافة المجتمع الكثير دائما يطمح بعد التخرج أنه يتجه للقطاع الحكومي بحكم أنه أكثر أمانا وستقرارا صحيح كيف تقدر تشجع الشاب أن يأخذ الخطوة أن يلجأ للقطاع الخاص وشنو المغريات اللي ممكن أنت تعرضها له نحن الأمور النقاط اللي نحن قاعد نستخدمها في تحويل تفكيرهم من القطاع حكومي القطاع الخاص تحديدا في جزئيات الآتية أول شي عندنا دورة من ضمن الدورات الموضوعة اسمها الثقافة القانونية وهذه الدورة هي عبارة عن مقارنة ما بين القطاع الخاص والمتمثل في قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون ديوان الخدمة المدنية وسو مقارنة وفق القانون هذا في كذا هذا في كذا الكثير من الناس لو تعرف ما هو قانون ديوان الخدمة وتقارن مع ديوان مع قانون العمل بالقطاع الأهلي طبعا يقول لك قانون قطاع الأهلي أفضل والأمر الثاني السمينارات مو قلنا نستضيف عشر شخصيات شبابية كلهم بالقطاع الخاص كلهم راح يتكلمون عن تجربتهم والشباب اللي نحن راح نستضيفهم مو بخبرة سنة سنتين خمسة عشر سنوات حتى أنه ما يكون فارق العمر كبير لا ويكون عنده خبرة جيدة حتى أنه ينقل لتجربته من ضمنهم ناس كانوا يشتغلون بالحكومة وتجهوا إلى القطاع الخاص تعال تكلم بعفوية وبأخوية مع هاوي الشراب شو اللي انت شفتها هذا اللي احنا قاعد لامسة لا هشك كنا فيه بعد بعض التوجيهات كون أن القطاع الخاص قطاع مفتوح قطاع الحكومي قطاع مقنن قطاع الحكومي أمان وظيفي قطاع الخاص ما فيه أمان وظيفي لأنه قطاع خاص يريد انتاجية اشتغلت حطك على عين والرأس ما اشتغلت ما رحتهم فأنا دائما أنصح أخواني وخواتي وأقول لهم أدائك هو ضمانك اشتغلت ضمت مكانك ما اشتغلت أكيد سيقول لك توكل على الله ونحن نعيد ونكرر هي عملية نسبة وتناسب أنا ما قاعد أقول للقطاع الخاص قطاع وردي وفتوح حسن لا فيها تحديات يجب عليك أنك أنت تستثمر هذه التحديات أنا في مثل أقول لحق أخواني شباب الواحد إذا يريد جسم شنو يسوي حتى أن يكون عنده جسمه يتبع نادي يتبع نادي يتبع نادي نادي شنو يريد منه يريد منه التزام يريد منه وقت يريد منه جهد يريد منه نظام غذائي يريد منه فلوس يعطيها الخمسة ويأخذ منه جسم أنت القطاع الخاص يريد منك يريد منك جهد يريد منك التزام يريد منك وقت يريد منك صبر عشان يعطيك أجود الخبرات والممارسات وإلى آخر لكن البعض عبد الله كلام جميل اللي نشوفك يعني نظريا لكن عمليا يمكن البعض أو بعض الشباب يكون عنده فكرة مسبقة يقول لك من يقول بالقطاع الخاص كثر ما تشتغل تأخذ في البعضهم يقول في ناس بالقطاع الخاص الواسطة أهي اللي قاعدة تجدم شخص عن اللي شخص اللي بذل وتعب فيمكن هذا سبب توجه الناس للقطاع الحكومي وإنه يفضل نما يلجأ للقطاع الخاص اللي يقول هذا الكلام أسألة سؤال واحد هل القطاع حكومي ما في اللي أنت قلت له ما رح يجاوبني باك يمكن القطاع حكومي ما في التعب اللي رح يتعبه بالقطاع الخاص إيه بس بالقطاع الحكومي القطاع الخاص فيه خبرة يعني أنا قولت كوريا أنا مختص في سوق العمل الكويت دائما الشركات الشخص اللي عنده عشر سنوات بالقطاع الخاص أفضل من اللي عنده عشرين سنة بالقطاع الحكومي ليش لأنه فعلا مقاس آخر نشوف مبادرين شباب الكويتي مبادر والكل قاعد يتجه حق العمل الحور وواء إلى آخره خلين نصبح مقارنة ما بين الباكي جراند مال الحكومي وباكي جراند مال القطاع خاص فنلقى المبادرين أغلبهم الباكي جراند مالهم خاص خاص تلاقين أفضل هو اللي قاعد يحقق أنا قاعد أقول الأغلب حتى كل مقارناتي دائما أقول الأغلب عشتس لدي أخذ الكلام علي أنت قاعد دافع على القطاع الخاص وتهاجم لقطاع الحكومي قطاع الحكومي موضوعين أنا ما أيدهم فيه ما أيد يروحون للقطاع الحكومي أول شيء موضوع الترقيات مهما نسويت ومهما نعطيت اللي أقدم منك راح يصير رئيس القسم هالي شيء أنت ما راح تصير الرئيس قسم أنت جامعي ما بيقول شهادة ثانية ما يقدر يصير الرئيس قسم إلا لما يتزاوز 6 سنوات لما يتزاوز 6 سنوات يدش بالويت انجلس عشان الرئيس قسم أقعد لي 10 سنين أو 8 سنين وزيادات الحكومية للجامعين 10 دينار 10 دينار بالسنة فهي حسبة والتناسب احنا في برنامج جاهزية راح نقول لك انت بعد 10 سنوات بالقطاع الحكومي لانه مقنن اقدر قيسة انت بعد 10 سنوات وين راح تكون قطاع خاص ما اقدر لانه سامة مفتوح اقدر انا حدد راتب الشخص بعد 10 سنوات وشنو مصوله بعد 10 سنوات بالقطاع الحكومي اذا كان بدون عوائق واموره ماشية يلا اتخذ غراك هل انت بعد 10 سنوات هل هذا الراتب نعطيه بالرقم جميل يعني عندكم ارقام موجودة ومستندين على مثلا احصائيات بضبط خل انت بعد 10 سنوات كم رغمك هذا رغمك انت بعد 10 سنوات هذا منصبك وهذا بعد 10 سنوات ما نقدر نزيد لانه اذا ديش في درجات عليا فيها وكل وزارة وهذا ما نبيندش فيها لكن تكلم على المستوى 10 سنوات حق الشاب انا اقول لك بعد 10 سنوات انت وين رح فيه كيفك يرضيك تقهد اذا نروح القطاع الحكومي مايرضيك لا يريدك شوية تشتغل برنامج جاهزين هالسنة يتميز في شنو ايه اول شي طبعا احنا البرنامج جاهزين الثالث اطلقنا حلة جديدة شعار جديد من البرنامج لانه فيه امور شوية يعني تغيرت في البرنامج احنا قبل في البرنامج نوظف من بعد ما يتخرجون الحين جزء كبير منهم النص تقريبا احنا رح ناخذ امية النص رح يتوظفون توظيف فوري ايه توظيف فوري فوري في احدى شركات القطاع الخاصة الرائعة لنا توظيف فوري ومن ثم يديش برنامج جاهزين بعد ما يتخرج من البرنامج يروح يداوم على طول فيه شركته فهذه الشركة هي قاعدة تستثمر في الشباب الكويتي نعم وتعطيل راتب كامل هو ما يداوم عندهم هو يداوم برنامج جاهزين هو في برنامج جاهز وشون طريقة اختياركم او طريقة اختيار العدد اللي ذكرته من قبل الشركة اهو اشوف راح يكون تسجيل عن طريق جاهزين داتا اورج موقعنا الاكتروني نعم وكل المتقدمين رح نقابلهم راح نقابلهم بعد ما نقابلهم راح ناخذ عينة ونسوي لهم اختبارات وهم بعد راح نفلترهم ونوافق عليهم يعني راح يكون في مرحلتين مرحلة أولى مقابلات المرحلة الثانية ايه هي الاختبارات المرحلة الثالثة خلاص القبول يا انك تتوظف مباشرة يا انك ندش البرنامج جاهزين كمتدرب كلهم راح يدشون البرنامج في واحد راح يدش كموظف با من وظيفته با من وظيفته خلاص موقع عقدة يداوم عندي متى ما خلاص راح يداوم بالشركة وفي ناس بعد ما يتخرجون راح يتوظفون جزء منهم في الشركة هذه جزء منهم في الشركات الراعية اللي ما ضمن وظيفته من قبل دخولها لبرنامج جاهزين فيه أمل هل راح يتوفرون لبعض التخصصات بعض الفرص الوظيفية ايه وعاتنا ان شاء الله راح يقدمون فرص وظيفية حقها جميل لو بنتكلم عن الشباب ومشاركتهم بالبرنامج الحقية يعني هل تشوف اقبال الشباب الشباب صار عنده هذا الوعي انه فعلا لازم يكون عندي مهارات ويكون جاهز قبل التحق بوظيفة طبعا لأنه من واقع تجربة لما انزل العلان يعطيه الأرقام التسجلة ضعاف مضاعفة فيه طلب بالسوق نعم ولكن احنا محددين في ميزانية معين كانوا برنامج مجتمعي فمحددين في ميزانية معينة أخذ ابنان عليها هذا الرقم معين ولكن السوق يستوعب في المئات يمكن أن يصال كم شاب وشاب يتخرج سنويا بالآلاف لكن أنا كمبادرة وطنية ما عندي إمكانيات المالية الكبيرة أني أستوعب هذه الأعداد وأسوي لهم تجهيز وأخليهم يتخذون قرارهم المناسبة نعم يعني عبد الله يمكن مثل ما تذكرت هي مبادرة من قبلكم أكيد في برنامج جاهز والهدف منه أكيد الارتقاء في مستوى وأن يكون الشخص مهيئ من بعد ما كان طالب وراء مقاعد الدراسة إلا أنه يكون موظفي ينضم أكيد الزمناء بالوظيفة مثل ما ذكرت هي الوظيفة وليس مجرد أني أنا أتوظف ليس من التقاعد لكن أكيد فيها بعض حياة طبعا حياة ثانية كل الشكر لك أكيد عبد الله على وجودك معنا يعني من برنامج جاهز جاهزين أتوقع أن هذه الرسالة لكل الشباب والشابات إذا أنت لحده لا تدري وين تتوظف أو وين يمكن تتوظف توقع برنامج جاهزين وهو الرسالة وهو الإجابة حق هذا عندي رسالة وجهها حق القطاع الخاص بأن يحطون إيدهم بيدنا ويوظفون هؤلاء الشباب نعم وأتوقع هذه كانت مبادرة من أحد الشركات الجميلة ويشكرون عليها أنهم فعلا حطوا إيدهم بيدكم وأمنوا هالوظائف لها بعض الشباب مشاهدين نشراكم نطلع فاصل ونرجع